موسيقى اليوم كان تواجدوا في معرض تحت شعار إقاع الحرف واللون اللي منضم من طرف طلبة أكاديمية الفنون التقليدية واللي فيها العديد من اللواحات من بينها لواحات الفن الخط العربي ولواحات الزخرفة ولواحات فن الحروفية واللي قدمناها حناية وكانين بالمشاركة مع ناس آخرين منهم الخريجين تعل الأكاديمية ومنهم ناس آخرين اللي تهمك يزولوا هذا الفن اللواحات اللي كنت تواجد كانين لوحات فن الخط العربي من بينهم بعض الخطوط المغربية مثل الخط التلوت وخط المبسوط وهناك أيضا بعض الخطوط العتمانية مثل الخط الديواني ويوجد أيضا لوحات لفن الحروفية ولواحات لفن الزخرفة وهناك لوحة لفن الزخرفة المشرقية بالنسبة لهذا المعرض نظمناه باش نبينوا فن الخط العربي المغربي بالخصوص وباش نشجعوا الشباب باش يزولوا هذا الفن الراقي وباش يتعرفوا عليه كثير ويجربوا ويحاولوا يديروا حتى هما وكذلك الزخرفة المغربية بجماليتها بالألوان ديالها الجميلة بالسخارف ديالها بقع التفاصيل ديالها يكتشفوا هالناس ويحاولوا يجربوها هذه التدريس واحد سنتين لهذه التلة من الطلبة وأحبوا أن يقومون بمعرض يشمل مجموعة من لوحات ومجموعة مما استفدوه من هذه الدروس التي تشمل مجموعة من خطوط مشرقية وخطوط مغربية وفعلا نرى في هذا المعرض ازدحام الزخرفة بازدحام الخطي وهذا ينم عن علو ضوقهم العالي في هذا الفن الخط العربي وبالنسبة لهذا الشباب طامح له طموح كبير جدا لكي يحافظ على هذا الموروط الذي نفتخر به وخاصة الخطوط المغربية ومن الطلبة من يستلهمه أن يكتب المصحف الشريف كما كتبه مجموعة من طلب خريجين سابقين وهذه سنة حميدة إذ أن يكون تعلقهم بكتابة المصحف الشريف وهذا المسير أو هذا المشوار يجب أن يمتد إلى الأجيال اللاحقة بإذن الله تعالى ثم هذا الخريج نطمح منه أن يكون حاضرا في المجتمع بفنه برؤى دقيقة لسك فنان عصامي وإنما يزوج ما بين التطبيق والفكر نتمنى أن يكون لدينا مثلا ناقد كما هو الشأن في الفن التشكيلي نجد في الفن التشكيلي الناقد الفني كذلك في فن الخط يعني هذه المادة النقدية ناقصة عندنا فنطمح أن يكون لنا ناقد في فن الخط يعني لماذا؟ يعني بالمطالعة وبالصهر على هذا وباليعني تتبع آثار النقاد وطرق النقد الفني فلابد أن يحصل خطة الماء على هذه المادة التي ستكون مادة ماتعة وجميلة ليساهم أو يسهم بدوره في رفعه من مستوى هذا الفن في بلد الحبيب قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر